اهلا بكم من جديد مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون اختيار بديل له لعدم وجود رئيس يصادق على تعيين البديل انتهى الامر الى نائبه الاول وسيم منصوري ليكون على غرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حاكما بتصريف الاعمال المنصوري اعلن في مؤتمر صحفي سياسته المنصوري المالية التي تشكل نقضا للسياسة السابقة التي انتهجها سلامة واكد انه سيوقف تمويل الدولة بعد فترة محددة معولا على تعاون المجلس النيابي والحكومة في اقرار سلة من القوانين الاصلاحية فما هي خيارات منصوري في مواجهة دولة تستنزف الاموال وهل ينجح في كبح ادمانها على طلب القروض وماذا لو طال امد الازمة السياسية في البلاد مجددا وضع لبنان المالي امام مفترق طرق ولكن بوجه جديد وسياسة جديدة لا استمرار للسياسات السابقة ولا بد من وقف تمويل الدولة هكذا اختصر وسيم منصوري السياسة الجديدة لمصرف لبنان بانتقاله من موقع النائب الاول للحاكم الى القائم بالاعمال من سيوقع على الصرف او سيرفضه حيكون هالأمر مناطفيني انا بأكد لكم امر لن يتم توقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اطلاقا خارج قناعاتي وخارج الاطار القانوني المناسب لذلك ولكن ثمت مرحلة انتقالية لها شروطها يستمر الحاكم الجديد بتمويل رواتب الموظفين وادوية الامراض المستعصية انما بقانون لفترة محددة واخيرة في الفترة الفاصلة على البرلمان اقراروا قوانين اصلاحية في مدة ستة اشهر مرة جديدة عم يجي مسؤول قدامكم بكرة لازم يكون رأس السلطة النقدي بالبلد عم يقول لكم مطالب ايدي اعملكم شيء لوحدي بدي مجلس النواب بدي حكومة ما الى هونالك المودع ما بدي يسمعها هيك المواطن ما بدي يسمعها هيك الموظف ما بدي يسمعها بس هيدا هي الحقيقة توحيد وتحرير سعر الصرف تدريجا من دون تدخل من المركزي هذا مدماك أساسي في السياسة الجديدة لمصر في لبنان مدماك يعتمد على تحدي كبير هو تحسين الجباية نقول نقد التسليف محدد للأصول التي تحكم علاقة الدولة بالبنك المركزي خاصة فيما يتعلق بتمويل الدولة فهو قال انه بدي يرجع لهيدا الأصول لانه بالسنوات الأخيرة فلت الملأ هذا النهج بأيده المخاطر هي انه الطبقة السياسية ما تتجاوب مع هذا الطرح الناحية التانية المهمة هو انه اذا المنك المركز يقعد على جنب لا يحافظ على هذا الاحتياط انا بخاف يعني على سعر الصرف حبس انفاس اذا في اصدال الستار على ثلاثين عاما من القيادة المالية لرياض سلامي الذي اعطى الاولوية لدعم سعر الصرف واسرف في تمويل الدولة لا تمويل للدولة نعم لتحرير سعر الصرف سياسة جديدة سينتهجها الحاكم الجديد لمصر في لبنان ولكنها محفوفة بالتحديات لانها تعتمد على تعاون طبقة سياسية لم تدفعها اسوأ ازمة مالية في تاريخ لبنان الى انتهاج ما يلزم من اصلاحات حتى الان كلودي ابي حنى قناة الغد بيروت ولمناقشة اوفى حول هذا الموضوع ينضم الينا ضيفانا من بيروت سابين عويس المختصة بشؤون الاقتصادية وبشارة خير الله الكاتب والمحلل السياسي ابدأ معك سيدة سابين يعني وبداية ماذا لدى الحاكم الجديد لمصر في لبنان من صلاحيات لينجح في تنفيذ ما تحدث عنه في مؤتمره الصحفي مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين هو يتمتع بكل صلاحيات الحاكم هذا ما ينص عليه قانون النقد والتسليف بكل صراحة في مادته الخامسة والعشرين اي التي تقول انه عند شغور منصب الحاكم يحل مكانه النائب الاول بدون ان تحدد هذه المادة او اية مواد اخرى ان تكون الصلاحيات محصورة او يعني على طريقة الحكومة المستقيلة انه تصريف اعمال او ما شبه لا هو يتمتع بكل الصلاحيات لذلك اعتبارا من يوم غد يكون وسيم منصوري الحاكم الذي يتولى رئاسة المجلس المركزي لاتخاذ القرارات لان كما نعرف ايضا في قانون النقد والتسليف وليس الحاكم وحده من يتخذ القرارات وانما تتخذ من خلال اجتماعات المجلس المركزي الذي يضم الى الحاكم نوابه الاربعة بهذه الحالة باتوا ثلاثة نواب فقط بغياب الحاكم الاصيل مدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام وزارة المالية ايضا مدير عام وزارة المالية غائب لانه ليس هناك مدير عام بالاصالة ومفاوض الحكومة ايضا غائب بسبب الشغور بعد استقالة المفاوض السابق لذلك اليوم الصلاحيات مختصرة حسب القانون بالحاكمة وسيم منصوري نعم طيب سيد بشارة حينما تحدث السيد منصوري عن خطته ورؤياته للمرحلة المقبلة اشترط الامر ربما بتعاون الحكومة والمجلس النيابي معه فكيف تنظر الى هذا الشرط والى اي مدى يمكن ان يحدث اولا مساء الخير اليك ولضيفتك الكريمة الاستاذي سابين يعني يصح القول بالحاكم الجديد انه عرف الوسيم مكانه او مقامه فتدلل يحاول ان يتدلل كون يعني السلطة كل اليوم ومن كبة حتى اطراضي وسيم منصوري كي لا يستقيل ويعني او لا يتهرب من مهامي لابد من التذكير بان وسيم منصوري تم تعيينه بحكومة حسان ديب فاذا هو دخل على الازمة اللي يعرفها كتير منيح وهو نائب الحاكم هو عمليا شريك الحاكم بكل القرارات التي اتخذت في السابق يعني مهما حاول ان يعني يغسل يديه او يخالف السياسات او ينتهج سياسات جديدة انا بتأديري هو يحاول تحسين شروطه من حكومة نجيب ميكاتي لكن ايضا لابد يعني ان وسيم منصوري سوف يقرأ في كتاب رياض سلامة مهما حاول ان يوحي بالعكس لانه الطريقة الوحيدة يلي تقدر تمشي البلد متل ما هو ماشي هلأ في الظل عدم وجود رئيس للجمهورية وعدم فعالية للمجلس النيابي المنكفق عن كل شيء وعدم قدرة للحكومة على يعني اذا بدك اتخاذ قرارات او تعينات او اي شيء اخر اذا يعني الحل الوحيد هو الكراءة بكتاب رياض سلامة انا بفهم انه نائب الحاكم اليوم عم بيحاول يعمل لحاله موغع يعني اذا بدك متميز عن الحاكم لكن يلي بيعرفه استاذي سبيين بتعرف اكيد يلي بيعرف خلفية الامور بيعرف انه وسيم منصوري هو التلميذ النجيب عند رياض سلامة نعم طيب اعود اليك سيدة سبيين في ظل هذه المعطيات التي تحدث عنها سيد بشارة هل يقرأ فعلا وسيم من كتاب رياض سلامة وينتهج نهجة وماذا ايضا على علاقته بالمانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي هل اذا اتبعنا اليوم بدقة كلام او البيان الذي قرأه وسيم منصوري في مؤتمره الصحفي نعتقد انه يعمل لدى صندوق النقد الدولي هو كان ناطقا باسم صندوق النقد لانه طلب او اشترط كل الامور التي يطلبها الصندوق والتي كان تم التوافق عليها او توقيع عليها من قبل الحكومة اللبنانية من قبل المجلس النيابي وحتى من قبل رئاسة الجمهورية لانه عندما تم التوقيع مع صندوق النقد على الاتفاق الاولي حرص الصندوق على ان يكون الاتفاق مزيل بتوقيع الرؤساء الثلاث ليضمن تنفيذه مع الاسف لم ينفذ كان يتضمن هذا الاتفاق من اجراءات تعرف بالاجراءات المسبقة والاجراءات المسبقة هذه هي كل ما نصت عليه خطة نواب الحاكم التي قدموها قبل ايام قليلة للجنة الادارة والعدل النيابية لذلك اليوم في هذا الشق وسيم منصوري جاء بيرسم خريطة طريق يعتقد انها جديدة او يريد ان يقدمها على انها جديدة ولكنها خطة جيدة في الواقع لا يمكن ان نقول انها ليست خطة جيدة لانها تتضمن الاصلاحات الواجب تنفيذها والتي تأخرت كثيرا السلطات اللبنانية في تنفيذها والتي يرغب بها السندوق والدول المانحة من هنا فان وسيم منصوري قدم اليوم ووجه رسالة الى المانحين بانه يلتزم خطة المجتمع الدولي يلتزم ما يطلب منه وانا هنا اريد ان افتح مزدوجين لأقول ان وسيم منصوري يعود منذ فترة قصيرة جدا يعني عادة من واشنطن حيث كان له لقاءات مع مسؤولي الخزانة الامريكية مع مسؤولي صندوق النقد لذلك هو يحظى بعدم ممانعة وقبول من هذه المؤسسات لتسلمه موقعه خاصة وانا تسلمها هذا الموقع جاء تنفيذا للقانون ولم يكن مخالفا للقانون بعدما عجزت السلطات اللبنانية عن تعيين حاكم جديد هل سياساته هي استمرار لسياسات الرياض سلامي؟ نعم لا لانه اليوم عندما نقرأ البيان الذي تلاه ونقارنه مع ما كان سبقا قاله وهنا وقع وسيم منصوري في الخطأ عندما تردد عندما تريس عندما تنصل من تحمل مسؤولاته قبل اسبوعين عندما قال هو ونواب الحاكم أنهم غير مستعدين للسير بهذا المجال وأنهم سيتقدمون باستقالاتهم ما لم يكن لدى الحكومة والمجلس النيابي تجاوب مع مطالبهم ثم عاد وتراجع عن كل هذه الأمور يعني كان هناك كلام عن منصة جديدة كان هناك تهديد بوقف منصة صيرفة والذهاب إلى منصة تشرف عليها بلومبرغ أو رويترز اليوم في كلامه رأينا أنه مستمر في صيرفة أما بالنسبة للمطالب الأخرى عندما تحدث عن توحيد سعر الصرف أو عن تحرير العملة أو عن عدم التدخل في السوق هذه كانت قرارات كان ملزما رياض سلامة أن يسير بها مع الوقت لأنها كانت مطالب صندوق النقد لذلك اليوم ليس هناك من خروج عن سياسة رياض سلامة أو عن السياسة النقدية للمصرف الملكزي ولكن ما تمكن أو يجب أن نرى لسنا أكيدين بعد ما يمكن أن يفعله وسيم منصوري هو أن يحظى بالغطاء القانوني رياض سلامة على مدى ثلاثة عقود لم يحظى بقوانين تدعم تمويله لعجز الدولة لا بل كان يحظى فقط بالقرار السياسي يعني تسبيت سعر الصرف على الـ 1500 لم يكن بأي قانون أو بأي تعميم ليس هناك ورقة مكتوبة تقول بتسبيت سعر الصرف بل على العكس كان هناك قرارات تصدر بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة اليوم وسيم منصوري يطلب بكل وضوح أن يكون مغطى بقوانين تتيح له إقراض الدولة وإلا لن يكون هناك إقراض للدولة واليوم رأينا جلسة مجلس الوزراء ناقشوا هذا الأمر سيكون هناك مشروع قانون بهذا الموضوع لمدة ستة أشهر رئيس الحكومة تحدث في الجلسة وقال أنه غير قادر على تمويل 200 مليون دولار في الشهر خفض المبلغ إلى 150 مليون ولكن لم تصدر بعد أي قرارات نهائية يجب أن ننظر إلى مشروع القانون الذي سيصدر وسيحال إلى المجلس النيابي وسنرى المجلس النيابي إذا كان سيتجاوب معنى ذلك أن وسيم منصوري حظي بالغطاء السياسي بالغطاء القانوني لتنفيذ الأجندة الدولية في الدرجة الأولى التي لم يتمكن رياض سلامي من تنفيذها وهذا ربما سيدة سبيل هو السؤال الذي أتوجه به مرة أخرى إلى السيد بشارة يعني ضرورة توفر الغطاءين القانوني والسياسي ربما يعني يقلل قليلا من فكرة أنه عرف مكانه فتدلل كما تفضلتم الغطاء القانوني والسياسي إذن مسألة مهمة جدا لنجاح الحاكم الجديد لمصر في لبنان في مهامه فإلى أي مدى يمكن أن تتجاوب الطبقة السياسية اللبنانية مع هذه المطالب بتأديري أنا الطبقة السياسية مجبرة أنا قلت عرف مكانه فتدلل لأنه اليوم ما في حال غير يعني الوصول إلى واسم منصوري ما عندك رئيس جمهوري وحكومي قائم بحد زيته حتى تقدر وفقا للمادة 65 من الدستور تعين حاكم جديد فإذا القانون يذهب نحو وسيم منصوري ليتسلم مهام الحاكم مثل ما بيقول قانون النقد والتسليم من هذه الزاوية من الزاوية أنه هو قانوني ويتسلم بشكل قانوني قدر يعني ياخد اللي بريده بالقانون من الحكومة والحكومة مجبرة وملزمة على تأمين طرباته هذا شيء جيد أنا عم حاول أفسر ما بين الجيد يلي انتزعه واسم منصوري من السلطة السياسية بلبنان وما بين طريقة الممارسة بعدين يلي هي رح بتكون على طريقة رياض سلامة لأنه اللي عم يعمل هو وسيم منصوري أو يلي بده يعمل هو وسيم منصوري هو حقا كان سيفعله الحاكم مثل ما قالت الأستاذي سبيل نعم طيب أعود مرة أخرى إلى سيدة سبيل يعني دائما المعضلة ما بين وضع العربة أمام الحصان أمام الحصان أمام العربة الحاكم الجديد يواجه أزمات كثيرة في مسألة تدبير الأموال وسعر الليرة الذي انخفض بنسبة 98% فأي الخطوات التي يجب أن يبدأ بها فورا والتي يجب أيضا أن تسانده فيها الطبقة السياسية سواء المجلس النيابي أو الحكومة هو في الواقع في بيانه اليوم أو في الخطة التي قدمها باسمه وباسم نواب الحاكم الآخرين رفع السقف عاليا يعني حسن شروطه بشكل كبير جدا أنا لست أكيدة أنه سيتمكن من انتزاع الكثير من السلطات التشريعية تنفيذية أساسا الحكومة غير قادرة على أن تكون فاعلة بهذا المجال لأن حكومة تصريف أعمال ولكن السلطة التشريعية لست أدري كيف سيكون التجاوب سيما وأن المجلس النيابي يضم الشرائح السياسية المتنوعة يعني الكتل النيابية ليست كلها متوافقة وإلا كنا رأينا مرور إقرار لقانون وضع قيود على التحويلات أو ما يعرف بالكابيتل كونترول أو كان يمكن أن يتم درس وإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي كما قانون إعادة التوازن المالي والذي يحدد الفجوة المالية أو ما يعرف بالخسائر المالية ناتجة عن السياسات السابقة عن انهيار الليرة لكي يصار اعتبارا من هذا الموضوع إلى معرفة كيف سيتم إعادة إلى أصحابها أي إلى المودعين اليوم التحدي الكبير الذي وضعه أمامه وسيم منصوري يتجلى في أكثر من نقطة يعني هو طرح مسألة تحرير سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف تحدث عن إبقاء منصة صيرفة يعني اليوم على السعر القائم وقد رأينا أيضا تراجعا اليوم للدولار بما يتيح هامش ضيق جدا بين ما هو معروض على منصة صيرفة واللي هو 85500 وبين السعر اليوم للدولار اللي تراجع بعد بيانه إلى 89000 يعني بات الهامش ضيق جدا هذا سيعني أنه نحن ذهبون إلى تحرير سعر الصرف وهو تحدث عن ذلك بكل صراحة ولم يخفي هذا الأمر هذا كان من المحذورات عندما كان صندوق النقد يطالب بتحرير سعر الصرف كانت الصرخات هنا والاعتراضات أنه كيف يمكن تحرير سعر الصرف اليوم بات هالأمر حتميا مؤلزميا لأنه ليس هناك مفر من وقف عملية تعدد أسعار الصرف التي قام بها رياض سلامة على مدى الأعوام السلاسة الماضية كل شغلة كان إلى سعر محدد يتم الصرف عليها لست أدر إذا كان سينجح في وقف عملية الهرقات التي يتعرض لها المضيعون لأنه بتعميم مصرف المركزي حدد سعر الصرف ليس على وفق منصة صيرفة وإنما على 15 ألف ليرة أي أن هناك عملية اقتطاع تبلغ 85% من أموال المضيعين عند كل عملية سحب وفق التعميم 151 التحدي الثاني الذي يواجهه تمويل الدولة هو تحدث أن تمويل الدولة في الفترة الأولى سيكون حصراً لرواتب القطاع العام الأسلاك العسكرية ولزوم منصة صيرفة لتأمين استيراد الأدوية واستيراد المحروقات وكل ما هو من المستلزمات الطبية والحاجات الأساسية للدولة لأنه اليوم المورد الوحيد يعني للدولار هو مصرف لبنان فكيف سيوفق بين هذه الأمور وفق السقوف العالية التي وضعها لست أدري النقطة الثالثة والأخطر في كلامه كانت أنه لن يتدخل في سوق القطع يعني سيترك سعر الدولار يحدد وفق طلب السوق يعني وفق حركة العرض والطلب فهل هذا ممكن أن يؤدي بأي وضع سياسي متأزم أو وضع أمني كما نرى اليوم في المخيمات أو ظروف استثنائية أن يقفز أو أن يسجل الدولار قفزات جنونية هذا علامات استفهام كبيرة لأن الحاكم الجديد لم يقل أنه سيتدخل لحماية الاستقرار إذن تبقى علامات الاستفهام الكثيرة مفتوحة يعني المستقبل القريب سيجيب عنها أشكرك شكرا جزيلا سيدة سبيين عويس المختصة بالشؤون الاقتصادية وشكرا موصول إلى سيد بشارة خيرا للكاتب والمحلل السياسي كنتما معنا من العاصمة اللبنانية بيروت انتهت حلقة اليوم في برنامج وراء الحدد إلى اللقاء اشتركوا في القناة